ازايكم عاملين ايه معاكم ايه سلاح اخي ساقي التغذية النهاردة نتكلم عن موضوع تكملة للحلقة الفاتت وهو ايه هي الاغذية المفروض يعتمدها المريض السكر في البداية كده عايز اعرفكم هنمسك كل عنصر غذائي ونتكلم عنه شوية اولا الكربوهايدرات احنا عندنا نوعين من الكربوهايدرات يعني فيه الكربوهايدرات المعقدة كربوهايدرات به البسيطة ايه الكربوهايدرات المعقدة انها المستمقل على بناattered تدريج نسبة كربوهايدرات بردو بس بتبقى تدريج ويسactus كربوهايدرات البسيطة دي اللي بتخشي غدام بيتعلي السكر في ساعتها. زي مثلا ان انا اشرب العصائر اللي هي المحلية. ممكن ان انا اتناول السكر وليكن بضيفه على شاي. ممكن ان انا بكون بتناول بعد الحلويات. الحاجات اللي هي بتبقى الخارجية او اللي هي المعلبة من برا. بيبقى فيها نسبة السكر او عصائر انا ضيف لها نسبة سكر. ببيبدأ يعلي السكر بتاعنا بسرعة. طيب انا كمريض سكر المفروض ان انا اتناول غزائي ببدأ باخد الكاربوهايدرات المعقدة. وبعد عن الكاربوهايدرات البسيطة دي قدر الامكان. زي ايه الكاربوهايدرات المعقدة? ان انا اخد نسبة روس مسلا واخد يعني جزء النشويات ده بس بيبقى بقدر معين يعني مسلا اربع معالق روس ما بقترش. اه ببدأ ان انا اخد البقول زي الفصولية زي العدس وهكزا. بس انا لو مسلا عندي القولون ما بقباش بقتر فيه عشان ما يحصل ليش مشكلة. اه ببدأ برضو ان انا اهتم بالخضروات بتاعتنا. بس برضو فيه انواع من الخضروات هي برضو فيها نسبة اه سكريات زي مسلا اللبس اللقاس. اه البطاطس. فالحاجات ديت بيبدأ ان هي هتعليلي برضو نسبة السكر بس انا بتناولها بقدر الامكان باحكام. يعني انا لو خدتها في صورة خضروات كده طبق خضار مع شوية روس. واهتم بيه بروتين زي سواء لحمة او بيد او فراخ ايا كان. ببدأ في الوقت ده ان انا بنظم نسبة السكر في جسمي. اه كمان من الحاجات اللي بيهتم بيها ممكن ان انا اتناول الفكهة بس بيبقى بالقدر المعقول علشان يعني ما يقباش نسبة السكر زي ما قلنا ان هي تعلى. لقيني فيه حاجات من الفواكه بتعلي اه سكر زي العنب زي البلح زي التين. فالحاجات دي ببدأ ان انا اتناولها ما بكطرش منها. وما يقباش فيه بداية ان انا اصحى من النوم اتناول. لأ. ده انا مثلا لو حبيت ان انا ااكل هيبقى بعد ما اتناول الوجبة الخزائية الكاملة. وليا ان انا اخد في اليوم ولياكن اه مقدار من صمرة لصمرتين من الفكهة بس. اه بكطر ممكن ان انا اهتم بالبرتقان ممكن اهتم بالتفاح بس ما اكطرش من الحاجات التانية زي ما اتفقنا عليها علشان ما تعليش نسبة السكر. تاني حاجة من الحاجات المهمة كمان وهو لبروتين. البروتين ده اللي هو عندنا فيه البروتين الحيواني والبروتين اللابتي. البروتين الحيواني دا زي ايه زي بيض وزي اللبن وزي اللحمة وفرااخ والسمك. انا بتناول الحاجات دي تبقى افضل لمريض السكر ان انا اهتم بيه نسبة البروتين. يعني ببدأ بالبروتين اكتر ما ان انا ابدأ من الكربوهادرات الروز او اي ان كان. ان البروتين mano ده هو الكماعة الغذائية اللي هي العالية في البروتين حيواني بيبدأ ان هو يبني جسمي بيبدأ ان هو يعوض التالف اللي بيحصل في الجسم ففي الوقت ده بيشبع اكتر من الكاربوهيدرات يعني نسبة اللي هي الفايدة منه والشبع هتبقى افضل من ان انا اتناول الكاربوهيدرات في البداية. اما البروتين النباتي اللي هو متمثل في البقول زي العدس وزي الفاصولية. اه اه يعني اننا لما بايج او الفول لما بايج اتناولهم باتناولهم. اه بس بيبقى مسلا وليكن من مرتين لتلاتة في الاسبوع. اه ممكن ان انا بتناولهم افضل من ان انا اتناول سكريات ببسيطة. يعني ما اخدشش السكر واقول ايه هو سكر عالي ليه? لأ طب ما احضرتك مسلا تناولت سكر. او ان انت كلت حلويات. طب ما انا اخد الحاجات اللي هي الكاملة افضل من ان انا اخد الحاجات البسيطة. تالت حاجة هنتكلم عنها الخضروات من الحاجات مهمة جدا ان انا اهتم بالخضروات. اهتم بالبقدونس واهتم بالكزبرة واهتم. اضيف الحاجات الخضروة دي في قلب الغزاء بتاعي او طبق الصوت. اه اه اهتم بالخيار والجزر. اه والجرجير. حاجات دي مهمة جدا. اه كمان نسبة الدهون باخد نسبة دهون بس بتبقى اختار الدهون الصحية زي اللي هو الدهون الغير مشبعة زي زيت الزتون زي الزيت الدرة. حاجات دي مهمة ممكن جزء من المكاسرات بس بتكون في صورة مية. اه يا رب اكون كده افتقوا. وده سريعا عن التخزين المناسبة لمريض السكر. تابع الحلقة الجاية ان شاء الله ونتكلم في موضوع جديد. وتنسيش تعملوا سبسكرايب واتفعلوا القناة.